هم شباب كتاب من الشباب ولكن كان بالنسبة يترك فيك أثر الأستاذ أمين الزاوي من خلال إزداراتهم جميل طيب البعض يرى الأستاذ أمين الزاوي في الثنائيات الأدبية مسألة تكامل والآخر يرى نوع من الاتكال طرف على الآخر طيب هل اليوم الأستاذ أمين الزاوي زوجتك الأديبة القديرة ربيعة جلطي تساهم في إزداراتك يعني لكل عفوية وبكل شفافية هل يعني من يصحح للآخر باعتباركم يعني ثنائي كتاب أدبي في الحقيقة أنا كل ما أكتب لنصوصي أول قارئ لها هي ربيعة ربيعة تقرأ ولغتها جميلة جدا وتضع كثير من الملاحظات على نصوصي وأكون دائما مسرور لهذه العلاقة العلاقة نحن علاقتنا ليست علاقة أسرة كلاسيكية فقط إنما لنا علاقة ثقافية علاقة أدبية علاقة إبداعية بيني وبينها وأيضا مع الأسرة مع بنتنا لينا اللي هي فنانة تغني أستاذة في الموسيقى دكتورة في الموسيقى وأيضا أبنائنا إلياس وهزار ليشتغلوا في الذكاء الاصطناعي ويبتكرون أشياء غريبة جدا في الذكاء الاصطناعي مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك فهذا العالم ما بين الذكاء الاصطناعي الإبداع في الذكاء الاصطناعي والإبداع في الموسيقى والإبداع في الأدب هو الذي يخلق هذه الحياة المتكاملة والحياة أعتقد بأنها تسعدني أنا شخصيا يعني نقول الأستاذ أمين زاويه يعني كل واحد منكم يكمل الآخر كجواب طيب للختم فقط هل هناك من حادثة للختم قبل أن نختم هل هناك حادثة وخاصة قبل أيام تم تكريم الأدباء القديرة ربيعة جلطي وكنت حاضرا في منتداء الكتاب هل هناك من حادثة من؟ من حادثة يعني ربما تقدر تقل هنا اليوم والله يعني الحادثة الكبيرة هو أنني كنت سعيد لتكريمها هذا هي الحادثة الكبير لأن أن تكرم ربيعة في تونس وتكرم في الإمارات العربية وتكرم في البحرين وتكرم في فرنسا ولا تكرم في بلدها فأعتقد أن هذا هو الإحساس العامي أن تقول الحمد لله كما قالت ربيعة أعتقد في مداخلتها لأول مرة تسقط مقولة لا نبي في قومه بمعنى أن حينما تهتم بك بلدك فأعتقد أن هذا شيء الذي أسعدني كثيرا في هذه الأمسية أمسية نادي الكتاب وأشكر منتدى الكتاب وأشكر سيدة الوزيرة دكتورة سوريا مولوجي على هذه الالتفاة الجميلة وعلى هذا النبل في التعامل مع الكتاب وأشكر